رحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بليات ابتليتان بها قل لك بها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقذ أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا صلي على خليلك محمد وآله وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين اللهم أعيننا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه يا من لا تضره الذنوب ولا ينكس العفو هب لنا ما لا ينكسك واغفر لنا ما لا يضرك نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا وسعا والعفية من البلاية ونسألك ربنا تمام العفية ودوام العفية والشكر على العفية والغنى عن الناس ونسألك ربنا الدرجات العلاء من الجنة آمين آمين يا رب العالمين وبعد حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مهيدة القرآن وفتاعة الرحمن وصلنا بفضل الله عز وجل في رحلتنا القرآنية المباركة إلى صفحة رقم ثلاثمائة خمسة وعشرين ثلاثمائة خمسة وعشرين ومازلنا مع سورة الأنبياء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع كلبنا ونور صدورنا وجلاء أحزننا وذهابهم منا وغمومنا وصورة الأنبياء حول معالم التوحيد ودار الجزاء الأول يعني الموضوع الأول من الصورة الكريمة أو العنصر الأول منها غفلة الناس عن الساعة وقلوبهم في إلهاء والثاني الإنذار بالوحي مشترك بين الأنبياء والثالث دلائل التوحيد وتنزيه رب السماء والرابع المصير المحتوم والجميع إلى فناء والخامس القصص التفصيل في دعوة الأنبياء والسادس وحدة الملة وعدل الجزاء والختام الأنبياء ورحماء للجميع على الساواء فاللهم إنا نسألك رحمتك يا رب العالمين ونحن الآن بصدد العنصر أو الموضوع الرابع من موضوع السورة الكريمة وهو بعنوان المصير المحتوم والجميع إلى فناء يبدأ من قول تبارك وتعالى بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما اجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوة أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون يالله تبارك وتعالى ينبئ عن قلوب هؤلاء الكفر في معاملتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيك أيها الرسول هؤلاء المشركون لا يتخذونك إلا سخرية منفرين أتباعهم بقولهم أهذا هو الذي يسب آلهتكم التي تعبدونها وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليك من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء فهم أولى بالعيب لأنهم البعيدون عن الله عز وجل هم الذين يعبدون الأصنام ويتقربون إليها ويسألونها من دون الله عز وجل فالعيب إذا كان هناك سخرية واستهزاء عيب فهم أولى بذلك لأنهم الذين يعبدون أصناما أو صنم أصم أبكم لا يسمع لا يرى لا يجيب فهؤلاء في سفاها ولكم أن تتذبروا الآية الكريمة يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى أو أنظر في بلاغة القرآن الكريم وإذا رأيك الذين كفروا إي يتخذونك إلا هزوا وفكرة هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم يعني الله سبحانه وتعالى هنا يعني ينبئ عن هؤلاء الكفر في حديثهم يعني إيه مع بعض لما بيتكلموا مع بعض ويتكلموا عن النبوة السلام ويقولوا لبعض إيه هذا الذي يذكر آلهتكم ثم هو بيذكرهم بإيه لم يذكروا يعني من احترامهم للأصنام والآلهة بتاعتهم أنهم مش عايزين يكرروا النبوة السلام قال إيه في الآلهة بتاعتهم فمش عايزين يعني لشدة احترامهم للآلهة بتاعتهم يعني هذا الذي يذكر آلهتكم ما فيش هنا يعني اذكر الآلهة بإيه لم يذكر شيء فهذا من بلاغة القرآن الكريم وإنباء عن حال هؤلاء في احترامهم الشديد للآلهة المزيفة وهم بذكر الرحمن هم كافرون ويأتي كذلك اسم الرحمن هنا يعني في هذه الآلهة الكريمة يعني مع عبادتهم ومع سخريتهم من النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى والرحمن الذي يرزقهم والذي يعني يعفيهم سبحانه وتعالى ومع ذلك يعني يفعلون هذه القبائح والله تبارك وتعالى يتركهم ويمهلهم برحمة جل وعلا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون يعني طبع الإنسان على العجلة فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها تبقى مناسبة الآدية للآية السابقة طبعا الآية السابقة فيها سخرية الكفار من النبي على السلام واستزائهم وتدبير بعض الأشياء للنبي على السلام فالله تبارك وتعالى بيقول بعدها خلق الإنسان من عجل يعني الإنسان بيتعجل العذاب لهؤلاء يعني يا رب خضهم يا رب يا رب انتقم منهم المؤمن يتعجل العذاب لهؤلاء فهنا تأتي الآية التي بعدها خلق الإنسان من عجل يعني دليل على دعوة الصحابة في بديء الأمر على هؤلاء الكفر فالله تبارك وتعالى يعني يبين أن الإنسان يتعجل يتعجل بالدعاء ويتعجل أن الله تبارك وتعالى ينتقم من هؤلاء ولكن الله تبارك وتعالى هو الصبور وهو الحليم سبحانه جل وعلا يبقى مع المعنى طبع الإنسان على العجلة فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها ومن ذلك استعجل المشركين للعذاب سأوريكم خلي بالك كلمات سأوريكم ما تقولهاش كده سأوريكم خطأ ليه الوا وهتلاقي عليها كده صفر مستدير لما تلاقي أي حرفة في الكرآن عليه العلامة دي أو زي رقم خمسة بالعربي يبقى هذا الحرف إيه لا يمطق إنما الصحن يقرأها إزاي سأوريكم سأوريكم ما تقولش سأوريكم لا ما ينفعش يبقى المعنى سأوريكم أيها المستعجلون العذاب ما استعجلتموه منه فلا تطلبوا تعجيله طيب هنا بيّن الله عز وجل أن من طبع الإنسان أو من فطرة الإنسان أو من جبلة الإنسان أنه طبيع على العجل يعني الإنسان بيحب يتعجل الأمور كل حاجة يتعجل فيه هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح المؤمن مش معنى أنك أنت ربنا فطرت أو ربنا جعل من جبلتك أنك أنت عندك العجلة بتتعجل معنى أنك أنت تكون على طول متعجل في أمورك لا لابد وأنت تأنم وذلك في حكمة بتقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة لو أنت ماشي على طريق سيارة بموتوسيكل بأي حاجة ما يبقى تتأنى تتأنى كذا على مهلك لما تتعجل هتندم بعد كذا في أي أمر ما لا تتعجل لا تتعجل ولكن عليك أن تتحلى بالصبر ويقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يعني يقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال متى يكون ما تعدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم منا ولا هم ينصروا والمعنى لو يعلم أولئي الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم وأن لا ناصر ينصرهم بنفع العذاب عنهم لو تيقنوا ذلك لم استعجلوا العذاب خلي بالك النار هنا بدأت بذكر الوجوه حين لا يكفون عن وجوههم النار أشرف شيء في الإنسان وأكثر شيء الإنسان بيهتم به تخل زي إن الإنسان ينظر في مرآة قبل أن يخرج من البيت ويحاول أنه يجمل في شكله والكلام ده فالنار تبدأ بالوجوه حين لا يكفون عن وجوههم النار طيب ولا عن ظهورهم وده دليل إن النار ولا عزو بالله لما أجرنا من النار النار تعم الجسد بأكمله الوجوه والجلود كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيم والنار كذلك تلحك الظهور في النار والعياذ بالله تعم الجسد بأكمله يا رب سلم بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظروا يعني لا تأتيهم هذا النار التي يعذبون بها عن علم منهم يعني مش عارفين هتيجي أمت؟ بل تأتيهم فجأة وهم في شغلهم كده وهم في مصانعهم في شركاتهم في كنائسهم في الأماكن بتاعتهم قل أي حاجة بيعملوا يبصوا لأوا النار على طول إيه؟ جاءت عليهم وجاءهم العذاب من الله عز وجل فلا يقدرون على ردها عنهم ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا فتنى لهم الرحمة ولقد استوزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستازئون يعني لما عانى النبي صلى الله عليه وسلم من استيزاء قومه به وتكذيبهم لا سلاه الله عز وجل بقوله ولئن سخر بك قومك فلست بذعا في ذلك يعني اللي حصل مع النبوة السلام النبوة السلام ليس بذعا من الرسل أنه يحصل مع كده لا الكلام ده حصل مع الرسل والأنبياء السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم فقد استوزئ برسل من قبلك أيها الرسول فأحاط بالكفار الذين كانوا يسخرون منهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوفهم رسولهم يبقى دية سنة الله تبارك وتعالى في خلقه إنه هو يكون فيه خير وفيه شر وأهل الشر يسخرون من أهل الخير هو دا دايما يعني دا الأمر دايما واحد ملتزم مثل اللي حواليه بيسخر منه بيستاذق به أو الكلام لأنك أدباع الرسل دايما يجدون زاد واسمع على الكسة الصغيرة دي يقول لك وقع حجر حجر وقع على ذيل سعلة فقطع ذيله فرأاه سعلة بآخر فسأله لماذا قطعت ذيلك أنت قطعت الذيل بتاعك ليه قال إني أشعر بسعادة وكأني طائر في الهواء يا لها من متعة يعني يقول لنا قطعت الذيل عشان أنا كده بشر بسعادة فجعله يقطع ذيل حجر هو كمان أطع ذيله هو كمان فلما شعر بآلم شديد ولم يجد متعة في ذلك سأله لماذا كذبت عليك وضحك عليه وكذب عليه وخلى أطع إيه أطع ذيله قال إن أخبرت الثعالي بآلمك لن يقطعوا ذيولهم وسيسخرون منه بتقول لهمش في آلم أو وجع أو الكلام عشان يعملوا زينا فظلوا يخبرون كل من يجدوه بمتعتهم حتى أصبح غالب الثعالب دون زيل كل الثعالب بقت إيه من غير إيه من غير زيل ثم إنهم صاروا كلما رأوا الثعالبا بزيل سخروا منه من بقى السخرين اللي هو إيه اللي هو زيل إنما كلهم هم حلوين وصاروا يذخرون من هذا الوحيد اللي هو إيه اللي هو بزيل فإذا عم الفساد صار الناس يعيرون الصالحين بصلاحهم واتخذ السفهاء واتخذوا السفاء أو اتخذهم السفهاء سخرية هو دحل الناس دايما تبصد دلوقتي المؤمن المتمسك بدينه في وسط الناس بقى غريب بقى غريب في وسط الناس وعشان هو ملتحي الناس يصخر منه مع إن من اللي صح لم يكون ملتحي ولما يكون حليق طيب لا المنتقبة هي اللي بقت ايه في مجال السخرية دلوقتي في وسط الناس مع إن من اللي يصخر منه ومن اللي بقى بالسخرية اللي هي كشفة وجهها كده ومشي ما بين الناس ولا اللي هي محجبة نفسها وشد على نفسها الحجاب حجاب فطفات يعني غير يعني ايه كما الشروط المعروفة فأصبح هو ذا الحج منتقبة يقولوا على ايه عمل خيمة الملتحي يقولك عمل مأش ومثل هذه الكلمات التي من ايه من الشيطان قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون يعني قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجرين بالعذاب من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم بل هم عن ذكر مواعز ربهم وحججه معرضون لا يتذبرون شيئا منها جهلا وسفها أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون يعني أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا لا يستطيعون نصر أنفسهم بدافع در عنها ولا بجلب نفع لها ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره ولا هم يجارون من عذابنا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأت الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون المعنى بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا أباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم حتى تطول به مؤزما فاغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم أفلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجرون بعذابنا أن نأت الأرض ننقصها من جوانبها بقاهرنا لأهلها وغلبتنا لهم فيعتبرون بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم فليس هؤلاء غالبين بل هم مغلوبون يستفادوا ملئات الكريمة ركم واحد بيان كفر من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء بالفعل أو القول أو الإشاء ركم اتنين من طبع الإنسان الاستعجال والأنا خلو كن فضل فالمؤمن يحاول أنه يدرب نفسه أنه يكن عنده إيه عنده أنا عنده مش أنات مي لا أنا يعني إيه عنده تأني كذلك لا يحفظ أو لا يحفظ من عذاب الله إلا الله سبحانه وتعالى آخر حاجة مآل الباطل الزوال ومآل الحق البقاء وهذا دائما وأبدا الحق دائما يبقى لأهل الحق للمؤمنين اللهم أتنا في الدنيا حسنة في الأخيرة حسنة وكنا عذاب النار وصل لهم على نبيه محمد وعلى آله وسحبه وسلم وجزاكم الله خيرا حسست معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته